موسيقى طالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أهل السلطة ومن هم خارجها بتحمل المسؤولية أمام الوضع الخطير جدا ورأى أن البعض في السلطة كان يتصور أن الضرائب ستمر رسالة هذين اليومين مهمة جدا ويجب أن يستوعبه كل المسؤولين في كل المناصب أن الشعب اللبناني لم يعد يستطيع تحمل ضرائب جديدة وتحدث نصر الله في احتفال أقيم في بعلبك لمناسبة أحياء مراسم أربعين الإمام الحسين عن الاستقالة أو الانسحاب من الحكومة أو ركوب الموجة أو كما يفعل البعض كما اعتادوا بالوقوف على التل منتظر النتائج الأحداث وقال لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية لأن ذلك سيعني أن لا حكومة ستتشكل قريبا ورأى أن انتخابات النيابية جديدة ستقود إلى المجلس النيابي نفسه لذلك يجب عدم إضاعة الوقت بهذه الطروحات وفي سياق متصل قال نصر الله لا يقف أي حزب أو تنظيم أو سفرة أجنبية خلف التظاهرات الأخيرة بل المواطنون غضبوا وتوجه الأمين العام لحزب الله إلى المتظاهرين بالقول أنصح المتظاهرين بإبعاد الحراك عن القوى التي ركبت الموجة وراحت تطالب بإسقاط العهد وأنصحوا بتفادي التخريب والسباب مضيفا سنواجه فرض ضرائب على الفقراء ولو اقتضى ذلك النزول إلى الشارع وتابع إذا نزل حزب الله إلى الشارع لا يخرج قبل تحقيق مطالبه ومضيفا إذا بدأت الحكومة بمعالجة الهدر والفساد وبدمج المؤسسات وتوفير النفقات تكون قد اتجهت إلى إجراءات تحصينية تدفع بالجميع إلى التضحية وأضاف نصر الله لن نسمح بإغراقي أو أحراقي هذا البلد وإذا كان المسؤولون يملكون الإرادة والعزم فهناك آفاق واسعة يمكنها إخراج البلد مما هو فيه وبدأ عدد من المتظاهرين يتوافدون إلى وسط بيروت بعد مساء عاصف شهدته العاصمة اللبنانية حيث عمد بعض المحتجين إلى الاشتباك مع القوى الأمنية التي ردت بالغاز المسي للدموع وخراطيم المياه اتهمت قوات سوريا ديمقراطية الجيش التركي بخرق الهدنة مؤكدة أن القوات التركية والفصائل المدعومة من أنقرة غير ملتزمة بوقف إطلاق النار وطلبت واشنطن بالضغط لفتح ممر إنسانيا لإجلاء الجرحى من رأس العين كما أضافت أن القوات التركية لم تسمع حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين رغم مضي أكثر من ثلاثين ساعة على سريان وقف إطلاق النار تنتقل المعركة الدائرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى شوارع لندن حيث من المتوقع قيام عدة ألاف من الأشخاص بمسيرة عبر العاصمة البريطانية للمطالبة بإجراء استفتاء جديد في الوقت الذي يقرر فيه البرلمان مصير خروج بريطانيا من الاتحاد وبعد مناقشات شاقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات ما زال الغموض يشوب كيفية أو موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما إذا كانت هذه العملية ستحدث أصلاً مع محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجازة اتفاقه الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتخطيته لإجاد مخرج من أعمق أزمة شهدتها البلاد منذ جيل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر